للنادي الأهلي يعني فيه دايما بعض الأخبار اللي بتطلع عن نادي الأهلي أو بعض التفاصيل اللي ممكن الجمهور كله بيكون عايز يعرفها أول حاجة الكابتن سيد عبد الحفيز بيعمل إيه دلوقتي الكابتن سيد عبد الحفيز بعد قرار إقالته من منصبه كمدير كورة في النادي الأهلي هذا القرار المفاجئ للجميع الكابتن سيد عبد الحفيز خد أسرته وطلع لأحدى الدول الخارجية علشان ياخد أجازة يقضي وقت جميل من خلال الوقت ده من خلال الأجازة دي حيفكر الكابتن سيد عبد الحفيز فأكتر من عرض على الصعيد الإعلامي منهم عرضين من الخليج تمام وعرض مصري عشان يكون بقى سواء ديف أو كا لا حيكون ديف يعني ده تبقى للا أنا عارفه فبالتالي في التلات قنوات فبالتالي بيدرس الكابتن سيد عبد الحفيز العروض اللي قدامه هذه العروض المغرية فبيفكر جديا وبالمناسبة هو مش حيمسك حاجة في شركة الكرة تبقى المعلومة اللي عندي ولا حيمسك حاجة داخل لجنة التخطيط للكرة مش حيكون عضو في لجنة التخطيط للكرة داخل النادي الأهل إلا في الشركة ولا في اللجنة هو شايف أن الأنسب بالنسبة له دلوقتي هو أنه يبعد شوية عن المشهد وأنه يسيب الناس اللي موجودة في النادي دلوقتي تشتغل ويسيب الكابتن خايل بيبو أنه هو يشوف شغله ما يبقاش فيه نوع من أنواع الضغط ودي وجهة نظر بالمناسبة وجهة نظر تحترم وتقدر بكل تأكيد يعني فبالتالي الكابتن سيد عبد الحفيز بيدرس العروض اللي عنده منها قناة مصرية واثنين قناتين في المنطقة العربية طيب ده بخصوص الكابتن سيد عبد الحفيز أما بخصوص إمام عشور فإمام عشور بيعمل بعض التدريبات التأهلية عشان يلحق وهو حيلحق ببداية التدريبات النادي الأهلي وبمعسكر الفريق اللي هتكلم عن تفاصيل جديدة ليه دلوقتي لأنه في إشعاعات خرجت على مدار الساعات المضية وخصوص المعسكر وأنه ممكن يتلغي لأنا هقول له حراركم الحقيقة لكن إمام عشور أعتقد الفيديو معنا يا جماعة ولا لا النهاردة نازل على السوري انستجرام يعني بعض التدريبات التأهلية مع أحد أعضاء جهاز التأهلي داخل النادي الأهلي فبالتالي بيبين قد إمام عشور أنه هو بيستعد للموسم الجديد وبيستعد الاستقناف النادي الأهلي التدريبات وعشان يكون جاهز بالنسبة 100% من الإصابة اللي كانت عنده فيه العضلة الخلفية وخلاص نقص لأسبوعه لحاجة والأمور تبقى تمام المؤكد أنه هو حيكون موجود في أول تدريب جماعي لفرقة النادي الأهلي ده أمر مؤكد ومفروغ منه يعني فطبعا هو أضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي إمام عشور طيب موضوع النمسا والتأشيرات ومعسكر فريق النادي الأهلي الناس تتكلم على أن فيه مشكلة في المعسكر التأشيرات ممكن تكون سبب في عدم إتمام إجراءات المعسكر اللي خلاص بالشكل الاسمي حيكون في النمسا الكلام ده يا جماعة غير حقيقة تأشيرات موضوع بسيط جدا وموضوع شبه منتهي وما فيش أي عقق من العواقق اللي ممكن تمنع النادي الأهلي إنه هو يخود المعسكر الاستعدادي بالنسبة له للموسم الجديد واللي بشكل رسمي هو معسكر في النمسا حينطلق يوم 28 من الشهر الجاري وينتهي بعد 10 تيام من انطلاقه ده هو عسكر النادي الأهلي بتفاصيله وكل الإجراءات مشى في الاتجاه الإيجابي وفي نفس الوقت بيتم الاتفاق على المباريات الودية اللي حيخدها الفريق في هذا المعسكر تمام لكن حتة موضوع التأشيرات وحتة الكلام من ده يعني المعلومة اللي عندي إن الدنيا مشى في الاتجاه الإيجابي لكن ربما يحصل أي عاقق أو حاجة لكن في كل أحوال النسب يعني إتمام معسكر أكبر من نسب الغاء طيب محمد عبد المنعم النهاردة في أخبار يعني تنصرت بخصوص إن في عرض من أهلي الجد وإن ممكن الأهلي بيع محمد عبد المنعم لو العرض كبير حقيقة الوضع إيه؟ حقيقة الوضع إن مفيش ولا عرض رسمي جي للنادي الأهلي بخصوص محمد عبد المنعم ولا حتى ونقشات ويا سيدي تخيل كده أو خلينا مثلا نفكر إن لو جي عرض للنادي الأهلي في محمد عبد المنعم حيبقى قرار للنادي الأهلي إيه؟ قرار كولر إيه؟ لا إحنا مش هنفكر أقوله حرارة معلومة إن كولر حيرفود تماما أي عرض أيا كان قمته إيه علشان يحترف أو يمشي محمد عبد المنعم من الفريق وموضوع مقفول مقفول تماما داخل النادي الأهلي لأنه طبعا أحد الركائز الأساسية الهامة جدا في خطة فع النادي الأهلي فحتية إن محمد عبد المنعم ممكن يروح أهلي جد أو لو جاله عرض مثلا خمسة وستة وسبعة تمانية مليون دولار وكلام من ده الأهلي ممكن يوافق ده مستبعد بل مستبعد تماما ومحمد عبد المنعم مستمر مع النادي الأهلي